بكرة بقى الحدث المهم او الحدث الاهم يعني وهو دوري ابطال اوروبا بكرة ريال مدريد اللي هو النادي المفضل اللي ايه يعني مع برويسيا دورتموند نهائي طبعا نار الكل هينتظره انا واحد من الناس بشجع ريال مدريد الحمد لله عشت مع ريال مدريد هايقولك تبقى موليد اسبانيا لا انا مش موليد اسبانيا والله انا موليد الامارية وعشت في منطقة شعبية والحمد لله لحد ما وصلت برويسيا ده انا مش موليد اسبانيا بس زي ما حد زي ما انت بتشجع برشلونة هلا ما انت بتشجع برشلونة هتا موليد اسبانيا مثلا انا بحب انا بحب ريال مدريد فعادي نفسي يكسب حتى يمكن الماتش الاخير انا كنت مبسوط بالمكسب بحبه حاجة بتحبها غزبا عنك يعني وعشت معاه لحظات والنجوم اللي كانوا موجودين والاسماء اللي كانت موجودة وبصراحة عشت الاجوال فعلا زي ما عشتها مع النادي الاهلي في الاثناشر برضو عشت الاثناشر بطولة دول مع الاهلي انا الحمد لله في واحدة منهم انا الحمد لله ليه ليه شيء مؤثر فيها والماتش اللي فات بتاع تراجي كنت موجود بكرا نفسينا ان شاء الله بإذن الله استمتعوا بقى استمتعوا بمباراة الساعة عشرة بإذن الله اعتقد الكل هيتباحها وكل هينتظرها حاجة كده تستمتع بكرا بروسيا درت من عفاكة من الفرق الكويسة جدا بس دايما خبرة لعيب ريال مدريد وخصوصا كمان المدير الفني انشلوتي بيعرف يتعامل هو رجل بتاع بطولات رجل بتاع بطولات بيعرف يدير المباراة بيعرف يوصل للمباراة امتى بيعرف يهاجم امتى معه لعيبة على اعلى مستوى لعيبة امكانات عالية بيعرف معهم جمهور كبير جدا طبيعي اللي هنا الجمهورين هتبقى برضو موجودين مباراة نستمتع بيها والمباراة دي تايما بننتظرها من السنة للسنة فان شاء الله بإذن الله باتمنى لكم مشاهدة ممتعة وان شاء الله بإذن الله ريال مدريد يفوز بالبطول ان شاء الله تعالي ودي المواجهات اللي هتقالي على الشاشة بعد اذنك مواجهات المباشرة في دور الابطال فوز تلاتة بروسيا فاس تلاتة وتعادل خمسة فوز ستة طبعا طبيعي ريال مدريد اقوى وخبرات اعلى فطبيعي مع الامكانيات اللي موجودة مع الاسماء اللي موجودة طبيعي ده ان يبقى الفير دايما مباراةهم ممتعة ممكن نشوف بقى الموضوع هل يختلف هل بروسيا دورتموند هتقدر تعمل المستحيل اكيد مدام وصل للنهائي يبقى اكيد وصل بامكانيات على اعلى مستوى اكيد مركزين في الاوات دي بقى هي الخبرات الخبرات هي اللي بتحدد مين البطل مين البطل ان شاء الله بإذن الله نستمتع كلنا بكرة بإذن الله بمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند نروح لفاصل وانتظرونا في فقرة فلاشة الدورة اشتركوا في القناة